السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اشخباركم كلشي بخير نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية كاملين بخير وعلى خير معكم هشامة من قناتكم الكرة المغربية بالدريجة اولا كنشكركم بزاف على الدعم اللي قدمتوا القناة شكرا والقناة بقعت بالفضل ديلكم من بعد الله سبحانه وتعالى كنشكركم من اعماق 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 القلب كما كنقولها دائما كما غنكررها دائما شكرا قليلا في حقكم لانني ملقي الكلمة اللي غتعبر لي مدى الشكر لكم بشعار عاش المغرب لا عاش من خنه ولا غالب الا الله والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين نمر الى ابرز العناوينة بعد قتل اتنى عشر عسكري جبهة صندلسان تنجح في اسقاط قمر صناعية مغربي نقطة اليوم بعد برقية الملك محمد السلس الى العاهلة الاسبانية المغرب غادب من حكومة سانشيز ويبعث له رسالة هذه مفاده مصدر رسمية اسبانيا تبدأ مفاوضات جديدة مع المغرب هذه تفاصيله اجتماع بين الباريس وبوريط وهذه تفاصيله اروينا نيد بين المغرب والجزائر وتحد مجيب الخبار المخابرات الجزائرية تزور دفاعا عن المملكة المغربية الهند راس تقصف الصنادلية والجزائر احد اقوى الداعمين لجبات الصنادلية يسير نحو سحب الاعتراف بجمهورية الخيامة فنلندا تدخل على الخط وهذا ما قامت به مع المغرب المغرب يدخل على خط ما يقع بين روسيا واوكرانيا وهذا ما قالها مرحبا بكم اخواني الكرام من جديد اعلنت جبهة صنادلستان عن مقتل اثنى عشر عسكريا مغربيا في هجمات مختلفة شنتها في الصحراء المغربية وقال ممثلة جبهة في الجزائر عبدالقدر الطالب عمر لوكالة فرانس بريس انه تم تشجيل مقتل اثنى عشر عسكريا في حصيلة هجمات فبراير مؤكدا ان كل المعلومات مواتقة في الحلم العشوائي العميق بالصوت والصورة واضف المسؤول في جبهة صندلستان ان هناك خسائر بشرية ومادية في صفوف الجيشة المغربية وان قوات الصنادلية تشن حربا السنزافية الصعودية مكنتها من اسقاط قمر صناعي مغربي قبل طلوع الفجر بصواريخ جد متطورة تم تصنعها بعقول تندوفية صرف داخل مخيمات الدل والغبر والعجاجة للصناعات الحربية وركم فاهمين اكد الملك محمد السادس عبر برقيته التي بعتها الخميس المادير العاهلة الاسبانية الملك فليبي السادس لابراز تعاطفه معه بعد اصابته بفيروس كورونا ان المغرب لا يعتبر الازمة الدبلوماسية القائمة حاليا بين البلدين دفعا للقطيع بين العائلتين المالكتان اللتان دلتا تحافظان طيلة العقود المادية على روابط قوية حتى خلال اللحظات العصبة بين الرباط ومدريدة لكنه في الوقت نفسي يؤكد مرة اخرى ان مشكلة المملكة المغربية قائمة مع السلطات التنفيذية المتمثلة في حكومة بيدرو سانشيزا الاشتراكية وبعت الملك محمد السلس برقية للعاهلة الاسباني جاء فيها لقد علمت ببغيغ التأثر والانشغال بنبأ اصابتكم بفيروس كوفيد تسعة عشر وانني اذ اعربي لجلالتكم عن كامل تعاطف معكم وارجلكم الشفاء العجل والسعادتكم الكاملة لصحتكم وعافيتكم لكن اللفت اكتر للانتباه كان هو اختيار عبارة ذات حمولة خاصة وذات مدلول شخصية اذ قال الملك محمد السلس وتفضل صاحب الجلال وصديقي الكبير بقبول اطيب تحيتي مشفوعة باسمع عبارات مودتي وتقديري وتأتي هذه الخطوة بعد اسابيع من حديث الملك الاسباني عن رغبته في عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا الى طبيعتها حيث قال يوم السابع عشر يناير المادية خلال استقبال اعداء السلك الدبلوماسية المعتبت في مدريد وفي غياب السفير المغربي لكريمة بن عيشة التي استدعت خارجية الرباط منذ مياه المادية اذ يرغب في ان يسير البلدان جنبا الى جنب من اجل الشروع في علاقات جيدة مشددا على ضرورة بناء علاقة القرن الواحد والعشرين وحينها ابدت الحكومة الاسبانية وخاصة عبر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير الخارجية خصي مانويل الباريس تفاؤلا بخصوص امكانية انتهاء القطيع المستمر بين الرباط ومدريد منذ ابريل المادية غير ان الرد جاء من رئيس الحكومة المغربية سيد عزيز اخ نوش الذي اورد ان المغرب يبني علاقته مع باقي الدول على الوفاء والطموح واضاف الوفاء يجب ان يكون ايضا في قضية الصحراء المغربية الدول التي فهمت هذه الامر تقوم وزارة الخارجية بتسريع العلاقات معه ومن لم يفهم هذا بعد فسيأخذ وقتا كي يفهم في المستقبل وبشكل بدى فيه المغرب وكأنه يبعث رسالة واضحة مباشرة لحكومة بيدرو سانشيز مفادوا ان ادخال العاهلة الاسبانية على الخطة لا يعني دفع الرباط لتليين موقفها اعلن وزير شؤون الخارجية الاسباني خوصي مانويل الباريس عن دخول بلاده في تفاوض مع المملكة المغربية مؤكدا ان هذه المفاوضات بدأت تعرف تقدما حسب ما نشرت وكالة اوروبا بريس ادوق الوزير الخارجية المملكة الجارة في تصريحة له ادل بها على هامش زيارته لقادس من اجل لقاء اعضاء الحزب الاشتراكي وصرح لقد اتين من ازمة عميقة لكن الحكومة المغربية تعاون في امر اساسي المتمثل في السيطرة على الهجرة الغير نظامية على الحدود وكان نفس الوزير الاسباني قبل قرابة شهرين صرح بانه غير راد على مستوى التعاون الحالي بين الدولتين مؤكدا على انه يجب تدعيم التنصيق التنائي بخصوص ملفات الهجرة من اجل تفادي موجات الهجرة الغير نظامية بكل من سبت ومنيليا ويتحدث عن المدينتين المغربيتين المحتلتين تترقب الحكومة الاسبانية عقد اجتماع بين وزير الخارجية الاسباني الباريس ونظيره المغربية سيد ناصر بوريط على هامش قمة الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي المزمع عقده يومي السابع عشر والثامن عشر فبراير الجريب العاصمة البلجيكية بروكسيل في محاولة لطي صفحة الخلاف بين المملكتين الحكومة الاسبانية يبدو انها متفائلة بشأن استئناف العلاقات مع المملكة المغربية حيث كشف مصدر في وزارة الشؤون الخارجية في تصريحات لوكات الانباء الاسبانية اوروبا بريس ان الامور تتحسن بالواتير التي يجب ان تكون به بالنسبة للدولتين التيان خرجتان للتو من ازمة عميقة ذات المصدر الديبلوماسي الاسباني اكد ان المسؤولين في الريباط ومدريد يحددون فيما بينهما الاسس التي ستتركز عليها العلاقات الجديدة في توفق مع ما اعرب عنه جلالة الملك محمد السادس في غرش الفاني وواحد وعشرين والعاهلة الاسباني في ليبي السادس في يناير الفاني واثنان وعشرين ومن اجل تحقيق ذلك شدد المصدر نفسه على ضرورة بناء التقى بين الطرفين مشيرا الى ان بناء التقى يمكن ان يستغرق سنوات ولكن يمكن ان يضيع في دقيقة واحدة اندلعت حرب من نوع اخر بين المملكة المغربية وجارتها بين قوسين الجزائر وتضر رحاها داخل موسوعة ويكيبيديا بسببها الرئيسي منشأ نعناع الشاي وزيت الارغان ومنتجات اخرى وتامت المملكة المغربية الجزائر بالاستحواد على منبع النعناع وزيت الارغان وادعاء من خلالها اكبر موسوعة رقمية ان هذين المنتجين الى جانب منتجات مغربية خالصة هي في الاصل جزائرية وتعرضت صفحات مغربية داخل ويكيبيديا في الاوين الاخير لهجوم من قبل قراصين تابعين للمخابرات الجزائرية غرض وتزييف الحقائق عبر تعديل المحتوى لغاية تغيير الموروطة التقافي للمملكة المغربية ونسبه للجزائر وقام القراصين بتغيير قائمة طويلة من المنتجات المغربية ونزبتها للجزائر كما الشأن بالنسبة لشاي بن نعناع وايضا زيت اارغان والطنجية المراكشية والزعفران وراس الحانوت وغيرها من المنتجات التي تشاهر بها المملكة المغربية الشريفة والتي يعود تاريخها الى عهد الموحدين ويحاول القراصين الجزائرين تزوير التاريخ عبر تجريد المملكة المغربية من تراتها التاريخي والتقافي عبر الاستيلاء عليها كما يسعى هؤلاء نحو تشوي صورة المملكة المغربية عبر ادخال بيانات خاطئة للموسوعة الشهيرة في قضايا مثل اعتداء الجنسي على الاطفال والدعار في مقابل اعطاء صورة مثالية عن الجزائر وتاريخها عبر تزوير الحقائق اكدت النائب البرلماني الهندراسية ان بلدها تسعى الى تسريع الجهود لاحياء التعاون البرلماني مع المملكة المغربية وقالت النائب البرلماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء نعرب عن رغبتنا في العمل على اعادة تشكيل فوري لمجموعة الصداقة البرلمانية الهندراسية المغربية في دل الولاية التشريعية الجديدة ولمواجهة التحديات التنائية في مرحلة ما بعد كوفيد تسعة عشر وتكتيف التعاون الدولي بين البلدين كما اشهدت بجهود التنمية المهمة في الاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية معربة عن ادانتها الشديدة لجبهة صندلستان ومساعيها المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية وشددت في هذا السياق ننضم إلى الادانة الدولية لجبهة الصندلية الانفصالية التي ترتكب انتهاكات في حق المحتجزين في مخيمات الدل والغبر والعجاجة جنوب الجزائر وتقصد الاراضي المغربية المحتلة وقالت النائبة نعلن عن دعمنا لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية واهتمامنا بالعمل على المستوى البرلمانية في اطار من الاحترام والتعاون عبر اعادة تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية كما اشهدت النائبة البرلمانية الهندراسية بالجهود المبدولة للمملكة المغربية في القارة الافريقية لاحتواء وباء كورونا والحفاظ على التوازنات الاقتصادية عبر الرئيس الكوبية دياس كانيل عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع المملكة المغربية لتشمل مجالات الاقتصاد والتجارة في ضوء ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور تدريجي منذ انهاء القطيع الدبلوماسية التي دامت سبعة وتلاتين سنة بسبب دعم كوبا للصنادلية في قدية الصحراء المغربية حيث تخلت هافانا عن لاهجتها الشديدة المؤيدة لاطروحة صندلستان رغبة الرئيس الكوبية الجديد في تعزيز العلاقات مع المملكة المغربية جاءت خلال استقبالها هشام العلوي الذي قدم له اوراق اعتماده كسفير لجلالة الملك محمد السادس في كوبا وخلال هذا الاستقبال الذي جرى بحضور وزير العلاقات الخارجية الكوبية برونو ريدريغيز كلف الرئيس الكوبية الدبلوماسية المغربية بنقل اطيب تحيات للملك محمد السادس معربا عن متمنياته للمملكة المغربية وللشعب المغربية بكامل التقدم والازدهار وجدد رئيس كوبا في هذا الصياق الاعراب عن رغبة كوبا في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية مشيرا الى ان البلدين يرشنان مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات من جانب اكد العلوي رغبة المغرب في تعزيز التعاون مع جمهورية كوبا ليشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وكذا التقافية مشددا على اهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في العديد من مجالات التنمية الاستراتيجية بما يعود بالنفع على البلدين ادى وتعيش العلاقات المغربية الكوبية على ايقاع دينامية مستدامة هدفة الى ارساء اسس متينة لتعاون المتبر في مختلف المجالات بما يتمشى وطموحات البلدين والشعبين يبدو اذا من حفل استقبال الرئيس الكوبية للسفير المغربية انها بنا مرتاحة لسيرون تطور العلاقات بين البلدين بعد انهاء القطيع الدبلوماسية بعد توطر العلاقات بين الملك الرحل الحسن التانية والرئيس الكوبية الراحل فيدي الكاسترو بسبب الدعم الذي توفره بلاده للسنادلية هذه القطيع انهاها الملك محمد السادس بعد زيارة قام بها سنة 2017 الى كوبا فتحت الباب لدينامية جديدة تويجت بالسئنة فالعلاقات الدبلوماسية بين الرباط وهافان وختمت سجلة الخلافة على مدى 37 سنة بطابع من المصلحة المشركة تم توقيع مذكرة تفاهم ترم تعزيز التعاون في مجال الطاق بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الشؤون الاقتصادية والتشغيل الفنلندية واضح بلاغ للوزارة ان هذا الاتفاق الذي وقعته بالاحرف الأولى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلة بن عليا ووزارة الشؤون الاقتصادية الفنلندية يرم احداث اطار قانوني يتيح بالاساس بادل التجارب والخبرات في مجال الطاقة بين المغرب وفنلند فضلا عن تطوير المشاريع ذات الاهتمام المشارك والنهود بالاستثمارات الفنلندية بالمغرب في هذا المجال واضف البلاغ انه بموجب هذه المذكرة يعمل الطرفان معا بشكل وثيقة من اجل تنفيذ اجراءات التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والنجاعة الطاقية وتدبير الطلب مضيفا ان هذا التعاون سيغطي ايضا مجالات البحث والتطوير والنظم الطاقية المرينة وحلول التخزين وتكنولوجيا الاندماج بالاضافة الى الهيدروجينة اوسط الصفارة المغربية في كييفا الاوكرانية امس السبت كافة المواطنين المغاربة بمغادرة اوكرانيا حرصا على سلامتهم وقالت الصفارة في بلاغ توانصن بنسخة منها ان توصل المواطنين المغاربة بمغادرة اوكرانيا حرصا على سلامتهم وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة ودعت الصفارة في ذات البلاغ المواطنين المغاربة الراغبين في السفر الى اوكرانيا الى التأجيل في الوقت الرهن اخواني الى هنا انتهت حلقة هذا اليوم تمنى من الله سبحانه وتعالى لان نعتنا الاعجاب ذلكم ما تنسوش اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس وما تنسوش كذلك دعمونا بزر اعجاب باش نواصلوا قدما ان شاء الله دمتم في رعاية الليلة حلقة مساء او غد ان شاء الله